بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلقي والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب طالبات 2007 انتهينا نويكم من المقدمة حكينا فيها نويكم عن المادة بشكل عام حكينا نويكم على نمط أصلة الوزارة وشو ممكن يجيب انتحان الوزارة حبايب القلب طلاب 2007 دائما 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 بدي دائما راسك فوق وبدي إياك لأنك انت راح تكون التوب ون حبايب القلب في هذا الفيديو طبعا هنبلش نويكم بداية في شرح المادة هنبلش نويكم في تفاصيل الزخم الخطي وأول درس اللي هو الزخم الخطي والدفع في هذا الفيديو رح نحكي فقط عن الزخم الخطي والفيديوهات القادمة أيضا رح نحكي فيها عن الزخم الخطي ونربطها بأفكار سابقة وبمهارات سابقة أخذنانا إياكم في مادة الأول ثانوي وندخل موضوع الرياضيات أنا أحب بس هيك تطلع علي وتعرف شو اللي موجود في الكتاب وتعرف شو الأشياء الإضافية اللي إحنا رح نأخذها اللي هي مش موجودة في الكتاب أو موجودة موجودة لكن موجودة بين الأسطر أو موجودة من ضمن الأسئلة لكن مش مشروحة ليش؟ لأنه بعتبروا أن الطالب بعتبروا أن الطالب وصل لمرحلة الثانوية العامة وصل للتوجيه وهم خلص كل اللي قبل وفاهم كل اللي قبل لكن أنا رح أكون معك رح أكون معك وحب دالك شرح من الصفر فنقول بسم الله أنا وإياكم جاهز لدسيتك جاهز لدفترك جاهز لقلمك ونبلش أنا وإياكم في مادتنا مادة الفيزياء ونبلش تحديدا بالزخم الخطي والدفع وأول مفهوم أنه هو مفهوم الزخم الخطي مفهوم الزخم الخطي اللي هو نسميه linear momentum شو نسميه؟ linear momentum طيب بداية إحنا قبل ما أنا أبلش بشرح أي مادة دائما أنا بحب الطالب يكون متطلع على المفاهيم والمصطلحات يعني أنا بحب الطالب يعرف شو معنى زخم؟ شو معنى زخم خطي؟ وليش زخم خطي تحديدا؟ فهذا الحكي إحنا لازم نكون إحنا متطلعين عليه ومنعبقوا أنا لو بدسلك سؤال سؤال صغير وسألتك شو معنى زخم؟ شو معنى زخم؟ حتقولي حتقولي تفكر أنت وين تستخدم أساسا كلمة زخم؟ حتقولي والله أنا بستخدم كلمة زخم هيك حتفكر أه المادة زخمة طلا هيك أول إشي أنت حتفكر فيه المادة زخمة وفعليا مادة الفيزياء من المواد الدسمة من المواد الزخمة اللي إحنا لازم ندروسها أول بأول فعشان هيك الالتزام 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 الزخم الخطي اللي إحنا رح نرمزه أنا وإياكم بالرمز بي لينيار مومنتم شو معنى زخم؟ زخم ده ما أقول لك والله المادة زخمة معنىاته هي كثيرة كثيرة فلما أقول لك زخم تدل على كمية على إيش تدل؟ تدل على كمية فكلمة زخم مع تعني كمية طيب كمية إيش؟ كمية إيش بالظبط؟ عشان نعرف إحنا كمية شو لازم إحنا نعرف أساسا إحنا من وين جبنا كلمة زخم وليش استخدمنا كلمة زخم فلذلك نعرف الزخم الخطي إنه معناه كمية التحرك رح نعرف راضي الحكي كمان شوي لكن لا تستعجل كلمة زخم خطي خطي ليش خطي؟ تعرف ليش خطي؟ لأنه إحنا رح نحكي عن الحركة في بعد واحد وليس في بعدين يعني حنتعامل أنا وياكم فقط مع محور إكس حنتعامل مع اليمين ومع اليسار مع الشرق والغرب ممكن في بعض المسائل الإطرائية دخل لك محور واي إنه الجسم تحرك نحو الأعلى أو نحو الأسفل ممكن في بعض الأمثلة الإطرائية اللي أنا أحكي لك إن هاي الأسفل الإطرائية مش ذات أهمية كبيرة لكن مش غلط أنا وياكم نتطلع على هاي الأفكار كعلم وليس كامتحان توجيه طبعا ممكن أن ندخل كمان مفهوم الحركة الدائرية ممكن في بعض الأمور رح ندخل فيها مفهوم الحركة الدائرية للإجسام الحركة اللي بتتحرك حركة دائرية فلذلك لا تقل لك خليك معي أول بأول عشان أنت تستوعب لا جبنا أنا وياكم مفهوم الزخم الخطي اطلعوا لي على أول فقرة موجودة عنا في الكتاب هاي أول فقرة موجودة على الكتاب لو قرأتها نوعا ما هتستوعب هتستوعب شو اللي قاعد بيحكي لكتاب قاعد بيقول لي عندما تتحرك شاحنة وسيارة بمقدار السرعة نفسها وطبعا معروف بالنسبة لإلنا أن كتلة الشاحنة أكبر من كتلة السيارة فإن إيقاف الشاحنة أصعب من إيقاف السيارة وعند تحرك سيارتين متماثلتين متساويتين في الكتلة بسرعتين مختلفتين فإن إيقاف السيارة الأقل سرعة أسهل من إيقاف السيارة الأكبر سرعة فما الكمية الفيزيائية التي تعتمد على كل من كتلة الجسم وسرعته يعني نوعا ما هتستطيع مفهوم لكن أنا هفصل لك يا تفصيل هفصل لك يا تفصيل فتعاد معي أركز شو اللي أنا بدي أحكي لك يا بالله بالله عليكم لو أنا أجيت أعطيك مثال بسيط قلتك أنا في عندي جسم هذا الجسم إلو كتلة شو كتلته؟ كتلته أم هذا الجسم الأول ورحت جبت لك جسم تاني إلو نفس الكتلة طلع شو إلو؟ إلو نفس الكتلة يعني كأني جعب أقول لك جيب لسيارتين نفس الإشي سيارتين شو معلهم؟ نفس الإشي الكتلة الأولى تتحرك بسرعة B الكتلة الثانية تتحرك بسرعة 2B شو معنى B و 2B؟ هذا الحكي معناه أنه إذا كان الجسم الأول يتحرك بسرعة معينة لنفرض أنه وياكم 200 لكل ثاني فهذا يعني أن الجسم الثاني يتحرك بسرعة ضعفه يعني يتحرك بسرعة أربعة لو كان الجسم الأول يتحرك بسرعة أربعة الجسم الثاني يتحرك بضعفه يعني بثماني فواضح جدا من المثال أن الجسم الثاني يتحرك بسرعة 2B الجسم الأول يتحرك بسرعة B يعني الثاني أسرع من الأول بالله بالله ليه؟ بالمنطق في حياتنا أنا كنت شاعة في فيزياء لما أجي أقول لك والله أنا عندي سيارتين نفس الكتل واحدة تتدحل شوي شوي وواحدة طايرة أنت عملت حالك بطل شو بلت تعمل حالك بطل سوبرمان طلع بدك توقف السيارة الأولى والسيارة التالية بالنسبة لإلك بالنسبة لإلك مين رح يكون إيقافه أصعب إنك توقفه مين رح يكون أصعب فوراً هتقول للجسم الثاني ليش؟ لأنه بتحرك بسرعة أكبر أكيد سيارة هي قاعدة تحل الحول توقف قدامها ممكن توقفها لكن سيارة هي طايرة تدعسك بظلها تماشية تدعسك بظلها تماشية فلذلك هون في هذا المثال لاحظوا أن إيقاف الجسم اثنين الصعب من إيقاف الجسم الأول صح؟ هتقول لي والله يا أستاذي أنت بتحكي صح؟ حلو الكلام تعال أعطيك حالي ثاني وتعال أعطيك مثال ثاني جيد قلتك يا أستاذي أنا عندي هنا جسم أول كتلة أم سيارة وهذه السيارة تتحرك بسرعة بي وجيد حكيت لك أنا في عندي جسم ثاني شاحن كتلتها اثنين أم لكنها تتحرك بنفس السرعة بي 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 يعني نفس إيش؟ يعني نفس السرعة وإنت عملت حالك بطل وحاولت تتوقف السيارة الأولى وحاولت تتوقف السيارة الثاني فأنا لو سألتك سؤال بسيط قلت لك مين إيقافه رح يكون أصعب حتقولي يا أستاذي انت قالت تحكي جد يعني هذا الحكي في واقع حياتنا بالمنطق موجود أكيد الجسم الثاني هيكون إيقافه أصعب من الجسم الأول إذن هون برضو الأمور واضحة جدا إيقاف الجسم الثاني الصعب من إيقاف الجسم الأول حيلو الكلام الأمور بسيطة لحد الآن الأمور سهلة فيش عنا ولا إش صعب طيب تعال أعطيك يا أستاذي حالة ثالثة معلش؟ معلش مع أحلاك وأنت قال لي مش معلش شوف أنا بدي أعطيك يا أستاذي هو أنا جسم بدي أقول لك والله كتلة 2 أم ويتحرك بسرعة 3 على 2 بي هاي الجسم الأول رح تشبتك جسم الثاني كتلة 3 أم هذا الجسم الثاني لكن يتحرك بسرعة 2 بي أوكي أوكي أو بسرعة بي هاي السرعة بي وسألتك نفس السؤال أيهما إيقاف الجسم أصاب الجسم الأول والجسم الثاني هون هتبلم هتصفن يقول لي شو بتقول أنت قاعد هون هتصفن طيب شو نعمل أنا وياكم في هاي الحالة عشان أنا وياكم ندرس الحالات الستثنائية هاي جبنا أنا وياكم مفهوم جديد اللي هو الزخم الخطي طبعا مش إحنا اللي جبناها العلماء هم اللي جبوه العلماء جبون لمفهوم جديد ألا وهو الزخم الخطي ليه جبوه لنا مفهوم الزخم الخطي عشان أنا وياكم نقدر ندرس بعض الأمثلة وبعض التفاصيل اللي إحنا ما رح نقدر نستوعبها ما رح نقدر نفهمها بالاعتماد على قوانين نيوتن في الحركة أبو الحركة هو نيوتن نيوتن هو مكتشف الجاذبية ولما وقعت عليه التفاحة طبعا فيش منه هذا الحكي هي عبارة عن روايات فقط مكتشف الجاذبية نيوتن وأي إيشي بتعلق بالحركة نيوتن لكن بالاعتماد على قوانين نيوتن في الحركة إحنا ما بنقدر نفهم هاي التفاصيل لو بدروا على القوة والتسارع والسرعة والآخر مش هقدر أفهم مين سرعته أو مين إيقافه أسهل أو إيقافه أصعب إلا أجرب تجربة عملية طب نظري بالنظر مش هتقدر تعرف لذلك إحنا جبنا مفهوم جديد شو مفهوم جديد؟ مفهوم الزخم الخطي ليش يا أستاذي جبت مفهوم الزخم الخطي جبنا مفهوم الزخم الخطي يا أستاذي عشان إحنا نسهل دراسة هذه الحالات في حالات معينة ما بقدر أنا أعتمد على قوانين نيوتن في الحركة فلذلك جبنا مفهوم الزخم الخطي اللي هو اللينير ممنتم طب شو معنى الزخم الخطي؟ قلنا الزخم معناه كمية بس كمية إيش؟ كمية الحركة اللي بتحركها هذا الجسم هذا الجسم فيه كمية حركة بتحركها معينة هذا الجسم فيه كمية حركة بتحركها فكل ما زادت كمية الحركة إيقافه شو بصبتي؟ بصبتي أصعب يعني لو هون قلت لك MF2V مين بتحرك أسرع؟ هتقول لي الثاني مين كمية الحركة اللي أهله أكثر؟ هتقول لي يا أستاذي الثاني كمية الحركة اللي هو أكبر فلذلك هون زخم اللي إحنا بنرمزه بالرمز فيه للجسم الثاني أكبر من زخم مين؟ الجسم الأول طب تعال هون كمية الحركة اللي بتحركها الجسم هتقول لي زخم الثاني أكبر من مين؟ من زخم الأول لأنه الثاني كمية الحركة اللي بتحركها دايما أكبر من مين؟ أكبر من الجسم الأول فبدراستنا لمفهوم الزخم الخطي وجدنا أن الزخم الخطي يعتمد على عاملان مهمات ألا وهما الكتلة والصراءة فمن خلال التجارب من خلال شو؟ من خلال التجارب توصلنا لقانون نستطيع من خلاله حساب الزخم الخطي بي والذي يعطى بالعلاقة أم ضرب بي هذا قانون الزخم الخطي قانون مين؟ قانون الزخم الخطي كيف توصلنا يا أستاذي لهذا القانون؟ توصلنا له من خلال التجارب في عنا تجربة استهلالية في بداية كل وحدة في كل وحدة تقريبا في عنا تجربة استهلالية أستاذي بتعطيك معلومة صغيرة هل التجارب مطلوبة مني أم لا؟ عشان التساؤلات هاي أنت تكون متطلع عليها وتكون عرفة هل التجارب هاي مطلوبة مني؟ ولا لا؟ شوف نفس التجربة نفسها نفسها نفس التجربة كتجربة أستاذي أنت مش مطلوبة منك مش مطلوبة إيش؟ مش مطلوبة منك نفس التجربة كتجربة لكن النتاجات اللي إحنا بنحصل عليها من خلال التجارب هي مطلوبة منك طيب أنا شو راح أعملك في هاي الحالة؟ في هاي الحالة أنا هحكي عن التجربة بشكل عام هحكي شو عمله في التجربة؟ مش هحكي عن تفاصيل التجربة بالزبط أنا هعطيك من الآخر شو اللي أنت بلزمك في امتحان الوزارة شو اللي بدك إياه شو اللي بدنا إياه شو اللي مطلوب مني إحنا الآن كطلاب كل هذا الحكي حوضح لك إياه وهعطيك إياه شو اللي مطلوب منك والسادي تعالي قانون الأول أنفيدي بجوز الكل صار عارفه وشافه قانون الزخم الخطي والذي يعطى بالعلاقة أنفيدي السادي أنا ما بديك تحفل شكل القانون أوكي أنت حافظ إذا سألتك بي بي شو تمثل الغالي بي العظمة هيقول لي سرعة اللي شبك على الأول ثانوي ممكن يقول لي جهد طب ما هي إحنا منرمز للجهد بالرمز بي ومنرمز للسرعة بالرمز بي فأستاذي الله يرضى عليك أنا ما بديك تحفظ صورة بدي ياك تحفظ القانون كيف بديك تحفظ القانون بمصطلحاته بمفاهيمه يعني أنا ما جاء أحفظ هذا القانون بي تساوي أم في بي بدك تعرف بي أن الرمز بي يشير الزخم القطي الرمز M يشير إلى الكتلة الرمز V يشير لمين يشير إلى السرعة حلو الكلام حلو الكلام احفظ ما القانون عرفنا كل رمز فيهم إلى إيش يشير شو بدي منك كمان أستاذي بدي منك من أي قانون فيزيائي من الآن بلش تعلمها من الآن بلش تعلم في أي قانون فيزيائي بدي ياك تقدر تستنتج ثلاث شغلات ثلاث شغلات شو هما الثلاث شغلات اللي بدي ياك تستنتجه من القانون شوف أول شغلي بدي ياك تعرفها من القانون اللي هو التعريف ثاني شغلي بدي ياك تستنتجها من القانون بدي ياك تستنتج وحدة القياس وثالثا بدي ياك تستنتج العوامل التي يعتمد عليها أي كمية فيزيائي أستاذي هدول هن بالأسات حفظ لكن أنا هريحك كثير بما يتعلق لموضوع الحفظ أنا بدي أحفظ قانوني بس ما تبقى إحنا منستنتج من القانون لكن مع الممارسة مع الدراسة مع التعويد مع الشغل اللي أنا وياكم ونحن نشتغله هتلاقي حالك بتحفظ تلقائي وما رح تنساه ولو نسيت بإمكانك ترجع تجيبه بكل بساطة كيف بدي أجيب التعريف اللي هو تعريف مين اللي هو التعريف الزخم الخطي هاي أول بنقضة شو تعريف الزخم الخطي أستاذي تطلع علي تطلع علي تعريف الزخم الخطي مش الزخم هو عبارة عن الكتلة في السرعة فببساطة من القانون شو بتروح بتقولي بتقولي هو عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في السرعة بس تخيل هذا تعريف مين تعريف الزخم الخطي هو عبارة عن حاصل ضرب مين الكتلة في السرعة بي تساوي أم في في الكتلة ضرب السرعة هو بسمى أو ما يسمى بالزخم الخطي والزخم الخطي اللي احنا بنطلق عليه اسم كمية التحرك كمية إيش كمية التحرك أو كمية الحركة طيب هاي أول شغلة الشغلة الثانية اللي بديها منك بدي منك وحدة القياس شو وحدة القياس مين سادي احنا في عنا وحدات قياس في النظام العالمي في أسلة الحل دائما التعويض يكون بوحدات القياس في النظام العالمي الكتلة كنا منعرف أنها تقاس حسب النظام العالمي بوحدة كيلوغرام السرعة طبعا نظر في التأسيس متر لكل ثانية الكتلة بوحدة كيلوغرام السرعة بوحدة متر لكل ثانية تمام؟ تمام أنا بدي وحدة قياس الزخم بدل ما تقعد تحفظ لي شو وحدة قياس الزخم؟ أنا ما أشرح أقعد أحفظ شو والله شو وحدة قياس الزخم؟ هتحفظ لحالك تلقائي اطلع لي هاي الزخم بي إذا حطيت لك هيك رمز هيك بين قوتيشين بين قوسين لكن مستقيمات شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي يا أستاذي إنه أنا بدي وحدة قياس مين؟ بدي وحدة قياس الزخم الخطي بدي وحدة قياس الكمية الفيزيائية هاي طيب أحفظ؟ لا ما رأتحفظ ليش؟ أستاذي ببساطة إحنا منجيب وحدات القياس من القانون بكل بساطة إذا طلب مني وحدة قياس كمية فيزيائية أنت مش عارفها ترجع لأساس القانون بتقولي الزخم هو عبارة عن كتلة السرعة حلو بتروح على الكتلة الكتلة يا أستاذي شو وحدة القياسها؟ بتقولي كيلوغرام بتروح أستاذي بتعوض كيلوغرام مكان الكتلة شو بتعوض كيلوغرام أستاذي السرعة شو وحدة قياس السرعة؟ تقولي متر لكل ثاني بتعوض مكاني السرعة متر لكل ثانية إذا وحدة قياس الزخم الخطي كيلوغرام في متر لكل ثاني انتهى الموضوع هاي وحدة قياس الزخم الخطي كيلوغرام في متر لكل ثاني إذا سألتك شو وحدة قياس الزخم؟ كيلوغرام في متر لكل ثاني طب انسيت ترجع للقانون الشغل الثالثة اللي بديها منك من القانون اللي هي العوامل العوامل إيش؟ العوامل التي يعتمد عليها الزخم العوامل التي يعتمد عليها الزخم الخطي شو هي العوامل اللي بيعتمد عليها الزخم الخطي من القانون السادي لا تحفظ من وين من القانون أول عامل من العوامل اللي بيعتمد عليها الزخم الخطي هو يعتمد على الكتلة أم ثاني عامل يعتمد على السرعة طيب السادي هذول أنا من وين جبتهم؟ السادي هذول جبناهم من القانون ببساطة الزخم كتلة في السرعة طيب العلاقة ما بين الزخم والكتلة العلاقة علاقة طردية يعني إذا زالت الكتلة بزيد الزخم حسا ممكن طالب يصفن يقول أستاذ كيف الكتلة ممكن تزيد كيف الكتلة ممكن تزيد بقولك أستاذ بسيطة عاد الكتلة ممكن تزيد كيف ممكن تزيد عندنا أجسام كثير كتلتها بتتغير أثناء حركتها مثلا أعطيك مثال اتخيل أنا في عندي سطل أنت ماشي فيه والدنيا متمطر هذا السطل أستاذ شوف يصير في كتلته كتلته بتزيد ممكن أقولك كرة الثلج نازلة عن صفح جبل والأرض كلها ثلج بتلاقي كرة الثلج شو صارت صارت ضخمة ليش؟ كتلة تزادت طب بتقل آه بتقل تنك مي وفيه حنفية ورة في التنك ومفتوحة بتقل أثناء حركتها إذن الكتلة ممكن تتغيط ممكن تزيد لكن في كتابنا في كتابنا ما في ولا أي مثال على تغير الكتلة لكن في كتاب التمارين وكتاب التجارب حطين مثال على تغير الكتلة فأستاذي الله يرضى عليك الكتلة ممكن تتغير لكن بالوضع الطبيعي لما أقول لك أنا عندي جسم كتته أم إذا ما قلت لك صار إشي فكتته ثابته لكن في الحقيقة الكتلة ممكن تزيد وممكن تقل وأساساً لما أجي أقارن بين جسمين كتلة ثاب أكبر من هذا يعني زخمة أكبر من زخمة ببساطة طيب يعتمد على السرعة والعلاقة أيش علاقة طردية طيب بالاعتماد على مفهوم الزخم إذا أنت حسبت قيمة الزخم الخطي يعني أنت حسبت كمية التحرك اللي بتحرك هالجسم بكل بساطة بساوي أمضر بي وهس رح أعطيك مثال بسيط أعطيك كتلة جسم أو بلاش أقول لك أنا عندي جسم كتلة 2 كيلوغرام وسرعة V مثلاً 400 لكل ثاني احسب زخمه بتقول الزخم فوراً تساوي أم في V 2 في 4 إذن هي 8 وتقاس 1 كيلوغرام في 100 لكل ثاني يعطينا العاشق خلصنا يعني سؤال جداً بسيط سؤال جداً مباشر لكن في معلومة كمان ضروري جداً أنا أخذها بيعني التبار أن السرعة هو عبارة عن كمية متجهة وإلو اتجاه فأيضاً يكون الزخم كمية متجهة وله اتجاه واتجاهه دائماً يكون بنفس اتجاه السرعة يعني لو كان الجسم يتحرك نحو اليمين فالزخم يكون نحو اليمين لو كان الجسم يتحرك نحو اليسار فالزخم نحو اليسار وانتهينا قانون بسيط تطبيق مباشر هاي المعلومات اللي موجودة في الكتاب بالاعتماد على منفهوم الزخم الخط وكمية التحرك بإمكانك بكل بساطة الآن ترجع لهذا المثال وتعرف مين إيقافه أصعب كيف أستاذي احسب الزخم لكل واحد فيهم طب تعال كيف نحسب الزخم لكل واحد فيهم ابتيجي على الأول بتقول لأستاذي زخم الأول يساوي أنفيبي صح؟ صح قديش الكتلة يا أستاذي اثنين أم أستاذي أسلت التعامل مع رموز نفس الأرقام وحكينا هذا الحكي في حصة التأسيس كثير حكينا هذا الحكي أنا إذا عطتك الكتلة 2 هتعوض مكان الكتلة 2 وإذا عطتك قيمتها 10 هتعوض مكان الكتلة 10 أنا عطتك إيها 2 أم هتعوضها 2 أم ببساطة إذن الكتلة 2 أم بتروح بتعوض 2 أم طيب ضرب السرعة 3 على 2 V 2 مع 2 بتروح إذن B1 هيطلع معي 3 أم V طيب بتحسب B2 ممتاز الكتلة 3 أم هي 3 أم والسرعة V هي V طيب اطلع زخم الأول طلع معي 3 أم V زخم الثاني طلع معي 3 أم V هذا يعني أن زخم الأول مساوي لزخم الثاني يعني كمية الحركة اللي بتحركها الجسم الأول نفس كمية الحركة اللي بتحركها الجسم الثاني طيب لو سألتك الآن مين إيقافه أصعب؟ هتقولي الاثنين الاثنين متساويات الاثنين زخمهم متساوي أوكي كتلة هاي أكبر من هاي لكن سرعة هاي أكبر من هاي كتلة هاي أكبر من هاي لكن سرعة هاي أكبر من هاي فهي الكتلة والسرعة كانت النسب بنافع متساوتي فلذلك شو طلع؟ طلع متساوي الزخم متساوي يعني الجسمين لهما نفس الزخم يعني إيقاف الجسمين أو صعوبة إيقاف الجسمين سيطلع معي أنا متساوي فهون أنا إذن بحساب الزخم الخطي للأجسام يمكن معرفة مين إيقافه أسهل مين إيقافه أصعب فلذلك إحنا منقدر نعتبر أن الزخم الخطي هو بديل ومفهوم الزخم الخطي هو بديل لقانونية الأول اللي هو بحيث ممانعة الجسم في تغيير حالته الحركية يعتمد على مقدار زخم الخطي يعتمد على مين؟ على مقدار زخم الخطي هذا الحكي وين موجود؟ كل أستاذي موجود عندك في الدسلية تعالوا وطبعاً هنزيد وحنحكي أشياء جديدة اطلع هنا يعرف الزخم الخطي كمية التحرك يعرف الزخم الخطي ألا وهو كمية التحرك بأنه ناتج ضرب كتلة الجسم في سرعة ومن المزل بالرمز بي ويقاس بوحدة كيلوغرام في متر لكل ثاني وهذا الحكي كله يعتمد بالاعتماد على هذا القانون حسب النظام الدولي للوحدات أستاذك تنتبه أنه نحن الزخم الخطي نعبر عنه بالعلاقة بي تساوي أم في بي بحيث الزخم الخطي ها دير بالك عبارة عن كمية متجهة دائماً يكون له نفس اتجاه السرعة يعني لو كان الجسم يتحرك باتجاه X موجب فالزخم رح يكون باتجاه X موجب شو العوامل اللي بيعتمد عليها الزخم الخطي يعتمد على الكتلة والعلاقة ترضية ويعتمد على السرعة والعلاقة ترضية طبعاً هنوخد أمثلة عليه أنهو إياكم وهيك خلص مفهوم الزخم الخطي عندنا ملاحظة صغيرة يعد الزخم الخطي مقياساً لمماناة الجسم لتغيير حالته الحركية يعني أنا إذا بدي أعرف مين إقافه أصعب أو أسهل كل اللي علي شو أعمل كل اللي علي أقوم بحساب الزخم الخطي ويعطين العافية هذا يا حبايب القلب هذا وهذه المعلومات هي المعلومات الموجودة في الكتاب بالإضافة لسؤال مباشر في الدوسية موجودة اللي هو مثال رقم أربعة هذا موجود في الكتاب طلع السؤال شو بيقول لي ركلة لاعب كرة قدم ما أعطينا الكتلة دير بالك إغرام إغرام يعني شو بدها بدأ نحولها فهاي في الواقع أربعمية وأربعين ضرب عشر قوة سالب ثلاثة كيلوغرام باتجاه المرمى الذي يجأ يقع جهة مين؟ الشرق يعني لاعب كرة القدم هذا شهد الطابق باتجاه مين؟ باتجاه الشرق اللي هو باتجاه إكس الموجود إذا علمت أن الكرة تحركت لحظة ركلها بسرعة 25 متل لكل ثاني فاجد الزخم الخطي للكرة تطبيق مباشر القانون M في V بروح بعوض الكتلة أربعمية وأربعين في عشر قوة سالب ثلاث ضرب السرعة 25 بتطلع معي الجواب 11 كيلوغرام في متل لكل ثاني واتجاه الزخم بالتأكيد سيطلع معي بتجاه إكس الموجود إحنا هنا الكتاب خلص لكن هل إحنا خلصنا؟ أكيد لا أكيد بعدنا موسطين أكيد بعدنا هندخل الأمور الرياضية في الموضوع هندخل العلاقات والعلاقات السابقة اللي إحنا أخذناها أنا وياكم سابقا فحبايب هذا الجزء الأول من الفيديو جزء أول جزء بسيط حكينا فيه أنا وياكم عن الشغلات اللي موجودة في الكتاب انتظرونا في الجزء أتمنى